اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يكرم المرء فيه ولا يهان صرح الميثاق علامة بارزة تقف في سمائها ارادة حقت عبر التفاف شعبي اوثق ولائه بعصام خماسي مثلث ارتبط فيه اللون الاحمر بالابيض ليرد الساقي بسقاء ماء البئر الذي اعتاد على التزود منه والذي يمد جسد ارض الخلود بدماء نقية كصفاء نهجها الثابت وعيشها الرغيد يرافقها تاريخ مجيد تليد يحكي قصة عشق ازلية بين الانسان وبين قطعة قماش تروي حكاية علم خفاقة رايته وستظل بنيان يعد الأكبر في العالم بأسره يخلد هوية من عظمت ثقافتهم الوطنية وتسامت معانيها فما يربو عن مئتين وعشرين ألف اسم نحتت في الحجر لكل بحريني كان له الحق في الإدلاء بصوته في يوم الميثاق الوطني أسماع ستظل محفورة على جدران الصرح لتسرد روايتها البراقة أمام أجيال الشباب وعبر السنوات القادمة ليبحث عن أسماء آبائهم وأجدادهم ممن شاركوا في هذه المرحلة الديمقراطية المميزة من تاريخ البحرين المعاصر صرح يبدع طيلة ما يزيد على ثمانية عشر عاما في التذكير بمبادئ الميثاق الراسخة التي شكل ملامحها يوم الرابع عشر من فبراير من العام 2001 الذي رفد المشروع الإصلاحية لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة وأوقد شعلته الوضاءة لتنير درب حاضر البحرين وقادم الأيام لها فالعملية الإصلاحية خارطة طريق فعلية تستمر بفعل عوامل لعل في مقدمتها الطراز الرفيع لديمقراطية مرنة ترمي إلى بناء مجتمع ناغض بذاته معتز بماضيه وحاضره وغده مدافع عن هويته ومناصر لقيمه البحرينية الأصيلة صرح الميثاق بناء عجنت لابنته برغبة أجيال حقيقية استمدت قوتها من حنو وحنكة قيادة سياسية فذة تؤمن بأن الإصلاح المتدرج في البلاد يمثل أسلوب حياة ومبعث تفاعل لمستقبل متهلل لا حياد عنه مهما كانت الظروف ومهما عظمت قوة الرياح حتى وإن هبت فاغتنامها واجب وهو مقصد السبيل لسفينة الشراع بدفعها لتمخر عباب البحر وتصل إلى مسافات التغيير المنشود بسكون يلازمه الظفر بمكاسب عدة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر